صاحب النقبي في إحدى المعارك تجمع أعضاء المسلمين داخل حسن قوي فلم يستطع جيش المسلمين افتحام الحسن فقرروا محاصرة الأعضاء داخله حتى يستسلموا وفي صباح أحد الأيام فجي المسلمون بوجود فتحة في الحسن فقال القائد من صاحب النقبي فلم يرد أحد فلما رأى القائد أن صاحب النقبي لا يريد أن يظهر نفسه قال أستحرفه بالله أن يأتني الليلة وفي المساء دخل على القائد رجل يضع طاء على وجهه فقال القائد هل أنت صاحب النقبي؟ قال نعم قال اكشف عن وجهك لأعرفك فقال الرجل لثلاثة شروط ألا يعرفني أحد غيرك وألا تعكني أي مال زائد عن المسلمين وأن أظل جنديا كما أنا فوافق القائد لما رأى الرجل يريد أن يجعل عمله حالسا للخ لا مراءته فيه ولا سمعته شرق